موسيقى مساء الخير زمان وإحنا صغيرين لما كنا بنلعب أتاري ومحاولتنا بتخلص قبل ما نوصل للنهاية اللعبة كان بتنتهي ويتكتب على الشاشة Game Over وده علمنا إن حتى في الألعاب والتسلية مفيش حد عنده رصيد مفتوح عشان يعمل كل اللي هو عايزه من غير نهاية وإن أنت قدامك أكتر من محاولة يتستغلهم صح لحد ما توصل لهدفك ويتكتب لك على الشاشة إيه Congratulations أو مبروك يا كل حاجة تهدت ويتكتب لك Game Over وده اللي حسيته لما قريت رسالة حياة بطل القصة حقيقية النهاردة اللي وصلت مع مامتها لمرحلة Game Over مامتها هي اللي ضيعت رصيدها وخلصت كل محاولاتها على الفقدي لحد ما حياة وإخوتها قفلوا منها تماماً وبقوا مش قادرين يفتحوا معها صفحة جديدة طب إيه اللي عملته الأم عشان توصلهم لمرحلة دي؟ تعالوا نشوف حياة بعد وكل يوم خناءات وكان أهل بابا بيتدخلوا أحياناً عشان يصلحوا ما بينهم وساعات تانية هم اللي كانوا بيتصلحوا مع نفسهم ويفضلوا يتعدبوا على اللي حصل ويوعدوا بعض إن اللي حصل مش هيتكرر تاني بس بردو كانوا بيرجعوا يكررون عادي جداً ولكن عمل مشاكل إن ماما من اسكندرية وبابا من الصعيد ورغم إن ماما وفقت من البداية إنها تسيب اسكندرية وتيجي تعيش مع بابا فأسيوت لكن بعد فترة بسيطة من الجواز زهت وتعبت وكانت مصممة إنها تسيب الصعيد وترجع على اسكندرية تاني واستأهلها وصحابها والناس اللي تعرفهم خصوصاً إن طبيعة الصعيد زي ما أنتوا عارفين مختلفة تماماً عن اسكندرية وكذا مر ماما تقترح على بابا إننا نروح نعيش في اسكندرية زي صعيدة كتير سابوا بلادهم رحوا وشتغلوا في المؤولات وفي مجالات تانية وكبروا وبقوا أكبر البلد بس أبويا ما كانش موافق على العيشة في اسكندرية نهائي كان دايماً يقول لها أنا أهلي وعزوتي هنا في أسيوت ومش هسيب البلد أبداً وإنتي كنتي عارفة وموافقة من الأول ومغصبتكيش على حاجة المهم فضلت الخناءات والمشكل دي بينهم على مدار تسع سنين جواز اللي نباد فيه نصبح فيه أنا وإخواتي لحد ما بابا بلغ ماما في يوم إنه جاله شغل في ليبيا وبعد ما سافر أمي أخدتنا أنا وإخواتي على اسكندرية وجابت شقة هناك وقعدنا فيها يعني مامتك سفرت من وراء عشان تحطه قدام الأمر الواقع وتكبره يرجع يعيش في اسكندرية زي ما كانت عايز طب ماشي ما عملتش حساب بقى لما يرجع من الصفر هيكون رد فعله إيه؟ ما خافتش من رد فعله تعالوا نكمل ونشوف إيه اللي حصل رحنا اسكندرية بس كنا خايفين من اللي هيحصل لما بابا يرجع من الصفر ويكتشف اللي ماما عملته من وراء بس قدام شوية أنا وإخواتي تفاجئنا زي بابا بالضبط لما اكتشفنا اللي عملته ماما ماما رافعت قضية خلع على بابا واستغلت ظرف صفره عشان تدعم موقفها في القضية وبعد مدة أبويا جي وفوجئ بالله حصل وقبل ما يفوق من ضربة إن ماما رجعت تعيش في اسكندرية من وراء خد الخبطة التانية وراءها على طول لما اكتشف إنها عايزة تخلعه طبعا الدنيا ولعت بس الغريبة إن بابا ما كانش موافق على إنه يسيبها بسهولة لكن ماما اتمسكت بموقفها وأصرت على الخلع فبابا ساعتها قرر إنه هو اللي طلق بعد ما أبويا طلق أمي أخدنا نعيش معاه في الصعيد والصدمة اللي خدتها ساعتها إن أمي سبتنا نروح معاه أنا وإخواتي عادي من غير ما يتهزلها شعرة رجعنا وأبويا اتجاوز واحدة تاني وأمي كمان اتجاوزت في اسكندرية وبعدين أبويا طلق مراته تاني وأمي كمان اتطلقت من جزها تاني بعدها أبويا اتجاوز لتالت مر وأمي كمان اتجاوزت من واحد تالت وبعدين أبويا اتطلقت مراته التالت وأمي برضو اتطلقت من جزها التالت وبعدها اتجاوزت من واحد رابعة بس أبويا قرر إنه ما يتجاوزش تاني لعنا عايزة أقف عند الهدى دي هو ده بجد لنها بسمعه يعني أنتوا داخلين سباق ده في ناس بعد أول تجربة الطلاق بتتعقد بتوع تقول عمرها ما تتجاوز تاني وتقول غلطة وتوبة طيب جبتوا منين القدرة والطاقة إنه كنت تتجاوزوا ثلاث أو أربع مرات واربعات السرعة والسهولة دي طيب أنت وإخواتك أنت وإخواتك يا حيا كنتوا فيماً كل ده تعالوا نكمل عايشنا حياة في منتهى الصعوبة يا سيلي يا كفي بس إن أقولك إنه أمي ما كلمتناش من أول ما اتطلقت من أبوي سبتنا وشلتنا نهائي من دماغها لدرجة إنها ما شفتناش ولا إحنا شفناها أنا وإخواتي سبع سنين سبع سنين ولا نعرف عنها حاجة ما سألتش علينا ودلوقتي أمي بعد كل ده فجأة ظهرت وعايزة تكلمنا وتشوفنا أنا وإخواتي وعايزانا نسافر عندها ورفع قضية عشان تشوفنا وبكل صراحة وأمانة أنا مش عارفة أنا مش عارفة إذا كنت بحبها ولا لأ أنا بقول مفيش حد ما بيحبش أمه بس كل ما افتكر إنها ثابتنا وسفرت وتجوزت بدل المرة كذا مرة أحس إنها ما بتحبناش ولا إحنا فرقين معاها وقول بيني وبين نفسي أنا كمان لازم ما أحبهاش زي ما هي ما حبتنيش ماينفعش نديها فرصة تانية هي اللي بعيتنا وفكرتش فينا مش عارفة يا سيلي ليه حصل معانا كل ده حقيقة مثل أغبطة وتايها ومش عارفة أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالتها يا إحنا بنشوف العجب في البرنامج ده بجد يعني الناس بتتخنق على تطبخ ولا ما تطبخش تخسل ولا ما تخسلش إحنا بنشوف العجب تشوف حاجات أنا عمري بجد ما شفتها في الحياة يا حياة يا ممكن كنت سمعت اتجوزت مرة مرتين أم عملت مش عارف إيه بس عادة تحارب عادة تقاوح هربت لوحدها بس إن أنا لقي الكلام ده كله في قصة واحدة صعب يعني رسالة حياة اللي فعلاً الظروف حطتها في اختبار صعب جداً مش مبلغة لو قلت إن ده واحد من أصعب الاختبارات اللي ممكن أي حد يمر بيها لأننا ممكن نتوقع الصدمة ونتصالح مع فكرة إن أي شخص يتخلى عنا يخلنا يطلع خاين إلا الأم الأم اللي هي مصدر كل حاجة حلوة اللي بنتعلم منها كبانت فكرة الأمومة طبطبة الحنية تكون هي مصدر الشقاء والتعاسة في حكاية حياة أو في أي حكاية طب حياة فعلاً ممكن تكون ما بتحبش مامتها أممكن حد ما تحبش مامتو ولا ده ممكن يكون كلام من وراء قلبها طب وأم حياة تستهل فرصة تانية بعد اللي عملته طب مش ممكن تكون رجع عشان فائت وتابت ولا رجع عشان خلاص الدنيا سودت في أشها محتاجة لأم أولادها عشان يساعدوها والزمن جي عليها أو الدنيا بدأت تديها ظهرها طب أبو حياة هيعمل إيه هيسمح بحاجة زي دي يا أنا قاعد تفكر كده أنا لو حد جي يحكي لنا القصة دي في الدنيا هل إحنا مؤهلين إننا نديره النصيحة غير الناس المتخصصة ما الطبيعي أي حد هيسمع يقولك لا إلا الأم طب ونفسية العيال لا ما نجيش على العيال أوعي تكلميها طب وعقوق الوالدين شفت في ثانية خليت دماغك تواديه جيبه إزاي خلينا نسأل ناس متخصصة وتقولنا الرأي بمنتهى الأمانة هنا في القصة حقيقة استنوني بعد الفاصل